هي حالة بقوا حالتين او بقوا تلاتة انا ما بقولش لانه الناس ما بتفهمش اللي بقوله انا بقولش انهم ما بقوا اتنين انما وارد انه يبوا اتنين او يبوا تلاتة او يبوا اربعة او يبوا خمسة او يبوا عشرة هو انت حصل من امريكا النهاردة في فرنسا اول حالة تموت خارج الاراضي الصينية سائح صيني عنده 80 سنة توفى اليوم في فرنسا هل بقى لطبه وقاله يا خرابي يا نهار ايه سود ايه يا جماعة ايه يا جماعة فيه يعني انا بفهم ان السوشال ميديا دي تبقى يعني دماء خفيف ولطيفة وتبقى مبالغة شوية وتبقى اوفر مش عارف ايه انما كده لا بصراحة وانا مش شايف مبرر لما يبقى فيه نهاردة الراجل المسؤول عن منظمة الصحة العالمية بيتكلم انه في بعض الاماكن في افريقيا بعض انا بتكلم اوه بعض الاماكن في افريقيا غير مؤهلة التأهيل الكامل ولكن انت هنا في مصر عندك متابعة جيدة عندك منظومة صحية ولا اتحدث عن وزيرة الصحة ولا وزارة الصحة طيب هاب انه بكرة بقوا اتنين بقوا ثلاثة بقوا سبعة بقوا عشرة طب ما هما العشرة دول يعني مثلا اخوانا في دولة الامارات كانوا عشرة خفت اتنين في اتنين خلص ايه المشكلة تهيل ما هما لما يبقوا عشرة يعني احنا مثلا الشاب اللي احنا بنتكلم عليه ده ايه انه فيه انه جيلة مبارح برضو انا ما بجيبش معلومات من عندي ايهات مبارح سيدة الوزيرة قالت صحته جيدة جدا عندوش اي مشاكل ما عندوش اي اعراض فوارد وهو مرشح انه هو بعد عشرة خمستاشر يوم يستطيع الخروج بشكل جيد بدون اي مشاكل فارجوكو بس يعني في حالك مش فهمي سببها يعني انت لا عندك شيء يقليك ولا عندك شيء يخوفك ولا عندك اعداد تدايقك رغم انه وارجع تاني واقولك انه لو عندك عدد دي حاجة ما يعني اه اه مقلقة وكل شيء بس مش اباحة مش شيء يشينك ده وباء حب نتكلم على وباء ممكن ينتقل بعض صحف مكان عام في بتاع في مش عارف ايه ممكن يحصل اي حاج ايه المشكلة يعني ممكن يحصل ايه مقلقة وكل شيء في حاجة مقبلة